موسيقى ملاعق طعام زيت زيتون أربع ملاعق طعام زبدة طريقة التحضير نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل على كلا الجانبين نسخن زيت الزيتون وثلاث ملاعق طعام من الزبدة في مقلات ونطهو صدور الدجاج إلى أن تنضج تماما ويصبح لونها بني ذهبي نرفعها من المقلات ونضعها على طبق نغطيها بورق ألمنيوم ونضعها جانبا نضيف البصل إلى نفس المقلات ونطهو إلى أن يصبح شفاف اللون تقريبا نضيف ملاعق الطعام من الزبدة المتبقية والفطر إلى المقلات مع رشة ملح ونطهو إلى أن يصبح الفطر طريا عندما تتبخر السوائل من الفطر نضيف مرقة دجاج وندعه يغلي إلى أن تقل الكمية إلى ثلثي من الكمية الأصلية نضيف السوائل مترسبة من صدور الدجاج ولكريمة وندرك الصلصة تطهى إلى أن تصبح كثيفة بما يكفي لتغطي ظهر ملعقة خشب عند تغميسها وإخراجها نعيد صدور الدجاج إلى الصلصة لتسخن تماما ثم نقدمها مع الأرز أو الباستا لمزيدا من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com ترجمة نانسي قنقر